أنه هناك أولاً إشكالية في البرجعية نحن نعترف أنه اختيار رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ليس قراراً عراقياً خالصاً وأنها تدخل بها أيضاً اعتبارات الإقليمية والدولية وغالباً ما كانت ثلاثية النجف طهران وواشنطن لها العامل الأكبر في تحديد من هي الكتلة الأكبر أو النيابي الأكثر يترشح رئيس الوزراء مثلاً وحتى رئيس البرلمان أو رئيس الجمهورية خلنا أخذها من زمن الجعفري إلى عادل عبد المهدي إلى الكاظمي خلنا أخذها حتى يعني أعطيك عشرة فقط كافية عشرة أياد علاوي فاز المركز الأول ما صار الفيتو الإيراني في 2014 المالك يفاز فالفيتو من مرجعية النجف وأيضاً ما صار فبالتالي يعني ليست نتائج الانتخابات العامة الحاسب في تحديد منه رئيس وزراء الرؤساء الثلاث حتى في التيار السني يعني أنا أختلف قليلاً مع أخي العزيز يعني دائماً أتفقوا يا أستاذ نجم بس هل ما رحلنا أختلف معه بس تتخيل السيد مقتدى ما يدرك مثلاً الفيتو ما يدرك مثلاً خطورتها لا هو مدرك تماماً لهذه القصة دكتور باس نعم نعم مدرك يعني يعني مثلاً إذا قالت مرجعية النجف أنه الرئاسات لا تجدد لن تجدد الرئاسات يا أستاذ نجم صح تتفق ويا يوم التفق لو قالت مرجعية النجف أنه الرئاسات الثلاثة لا تجدد لن تجدد هذا الأمر ينتهي هاي جسم النقطة راح الصدر لكنه أيضاً نعلم بصورة جيدة أنه المفاوضات الحقيقية لن تتم إلا مع نقطة المصادقة على المحكمة